رمال من ليبيا تقول ما حكم رسالة رسائل على برنامج صارحني مع العلم أن هذا البرنامج يرسل رسائل مجهولة يعني رسالة تجي للشخص مكتوب عليها من مجهول وأنا أبعث لهذا الشخص أدعيه في وقت المحن والاختبارات حتى في الأيام العادية مع العلم بأن الرجل غريب بس أدعو له دون وضع قلب أحمر ولا أي شيء غلط بس دعاء له هذا حرام أختي رمال من ليبيا بارك الله فيك أنا لم لا أعرف حقيقة هذا البرنامج أو هذا الحساب لكن أعطيكي قواعد عام أولا ينبغي للمرأة أن تضع بينها وبين الرجل الأجنبي مسافة ولا تتعامل معه إلا في حدود الضرورة والحاجة كطبيب أو مفتي أو قاضي أو معلم مثلا هذا من حيث الأصل وأما غير هؤلاء فيجب عليها أن تضع مسافة مدام أنه رجل أجنبي الأمر الثاني أنت قلت رسائل مجهولة ونحن في عالم الجهات الأمنية والجهات الشرعية والخبراء ينصحون الناس بعدم التعامل مع الحسابات المجهولة حتى لو كان عن طريق أدعية ونطريق أشياء كذا الحسابات المجهولة هذه أنت ما تدرين من خلف هذا الحساب لأنه متقنع بحساب مجهول قد يحمل اسم شرعي أو اسم عربي أو اسم مسلم لكن ما تدرين الخلفية الذي وراء هذا وماذا تستفيدين يا أخت الفاضلة إذا أنت تواصلت مع حساب مجهول تقولين والله أرسل له رسائل هل تثقين بأنه ما يختلق حسابك وممكن يدخل على صورك ويدخل على حساباتك ويدخل على خصوصياتك يعني الآن نحن العالم كله يضج ويحذر وينبه وهناك نداءات قوية انتبه من الحسابات المجهولة انتبه من الروابط المجهولة ونحن نذهب بأرجلنا فأنا أنصحك يا أخت الفاضلة تقفلين هذا الباب ولا تفتحين عليك مثل هذه الأمور والحمد لله تعامل مع أسرتك تعامل مع يعني من حولك بإرسال أدعي أما الحسابات المجهولة فلا